يتعامل النظام في إيران مع الاحتجاجات التي دشنت شهرها الرابع على أنها تهديد وجودي لذلك يلجأ إلى نواة صلبة موالية رغم أقليتها للحفاظ على الأسس التي قام عليها عام 1979 وفق تحقيق لصحيفة وولستريت جورنل فإن قيادة هذا النظام تعتمد على آلاف الموالين المخلصين كحصن أساسي ضد الاحتجاجات أبرزهم الحرس الثوري والباسيج وميليشيات محلية أخرى هؤلاء الموالون استعانت بهم السلطات الإيرانية لإخماد انتفاضة المحتجين في الشوارع إضافة إلى الدفاع عن قيم الثورة الإسلامية التي أسسها الخميني لكن الولاء لا تضمنه العقائد فقط بل الامتيازات أشارت صحيفة وولستريت جورنل إلى أن هذه النواة الموالية الصلبة غالباً ما يكون أعضاؤها من خلفيات متواضعة اقتصادية ومحافظة اجتماعياً ولضمان ولائها أو تعزيزه يمنح النظام في إيران امتيازات ووظائف وأسلحة ويعطي أولادهم أفضلية التعليم في أبرز الجامعات الإيرانية لكن كل ذلك غير كافي فقد حمل استطلاع أجرت مؤسسة بحفية غير ربحية تتخذ من هولندا مقراً لها انباء سيئة للسلطات الإيرانية وإن كانت متوقعة لدى أجهزة الاستخبارات أشار الاستطلاع إلى أن واحداً من أصل خمسة إيرانيين يدعمون النظام الحالي مؤشر يبرر قلق السلطات الإيرانية ويعزز فقة المحتجين ترجمة نانسي قنقر شكرا